السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس السنة الثانية من مادة الفيزياء والكيمياء وهو درس العدسات في كثير من الأحيان نجد بعض الأجهزة البصرية مثل المكبرة مثلا مثل نظارات طبية مثل المنظار مثل المجهر مثلا إلى غير ذلك عدسات الكاميرا إذن هذه الأجهزة البصرية كلها تحتوي على جزء مشترك يسمى العدسة إذن ما هو تعريف العدسة وما هي مميزات هذه العدسات إذن فادت درس هذه نشوفو العدسات الرقيقة ما معنى عدسة رقيقة إذن العدسة الرقيقة هي وسط شفاف ومتجانس محدود بوجهين كرويين أو بوجه كروي وآخر مستوي وتصنع غالبا من الزجاج أو البلاستيك هذه العدسة هي واحدة الوسط شفاف ومتجانس قلنا أن الوسط شفاف هو الذي يسمحه بمرور الضوء ويمكن أن نرى من خلاله الأجسام بوضوح متجانس يعني من صنوع من مادة واحدة مثلا هذه العدسات إذن محدودة بوجهين كرويين بحال هذه العدسة هذه إذن هذا هو وجه كروي وآخر كذلك كروي لكن هذه العدسة عندها وجه مستوي ووجه كروي كذلك هذه العدسة عندها وجه كروي ووجه مستوي كذلك هذه العدسة إذا العدسات إما تكون محدودة بوجهين كرويين أو بوجه كروي وآخر مستوي هذه العدسات تصنع غالبا إما من الزجاج أو من البلاستيك الآن سنشرف العدسة الآن سنشرفين用 تصنف العدسات إن شاء الله هما مصنفين إلى صنفين ي iron تصنف العدسات الهندسة مع الصنف وذلك حسب سمك حافتها فنجد عدسات ذات حافة رقيقة أو سميكة بالنسبة للعدسات قلنا تكون محدودة بوجهين إما كراويين أو كراوي وآخر مستوي الوسط دي العدسة يسمى سمك العدسة والحافة دي العدسة هي اللي كي نفل الجوانب إذن هذا الجوانب دي العدسة تسمى حافة وشنوك اللحظوك اللحظو أن بعض العدسات كتكون الحافة دي لها رقيقة وبعد العدسات كتكون الحافة دي لها سميكة مثل هذه العدسة إذن هنا هندسيا تصنفه إلى سنفين إذن مثلا إذا قمنا بملاحظة هذه العدسة كنلقا بأن الحافة دي لها سميكة يعني أنها كتكون عريضة غلا يضع بالدريجة والوسط دي لها كيكون رقيقة لكن بالنسبة لهذه العدسة الحافة دي لها رقيقة ووسطها سميك إذا هذه حافة دات ولا عدسة دات حافة رقيقة وهذه عدسة دات حافة سميكة وبجوجبهم كتسموا عدسات رقيقة إذا هذه مشي عدسة أخرى وإنما عدسة رقيقة هذه كذلك عدسة رقيقة لأن السمك دي لها كيكون رقيقة لكن هذه عدسة دات حافة سميكة وهذه عدسة دات حافة رقيقة الآن تلقى من هذا تصنيف الهندسي سوف نرى تصنيف فيزيائي والذي هو كيهمنا في هذا الدرس إذن تصنيف الفيزيائي سوف نقوم بإرسال حزم ضوئية متوازية على هذه العدسات سوف نرى ماذا سأعطينا إذن نضعه أمام منبع ضوئي يرسل حزم ضوئية متوازية عدستين عدسة تحفة رقيقة ثم نعودها بعدسة تحفة سميكة الحزم الضوئية كنا نرى حزم ضوئية متوازية وحزم ضوئية متجمعة وحزم ضوئية متفرقة الحزم الضوئية المتوازية هل تعطينا أشعاء ضوئية متوازية إذن عندما نرسل حزم ضوئية متوازية على هذه العدسات تحفة رقيقة نلاحظ بأن الأشعاء التي تخرج من beforehand ماذا تعطيناها هل تبقى متوازية إذن هذه الأشعاء لم ت دبقاش متوازية إنما تصبح متجمعة كما نرى في هذه الصورة عندما نرسل حزمة ضوئية متوازية على هذه العدسة تسحف رقيقة تعطينا حزم ضوئية متجمعة إذن فيزيائيا هذه العدسة تسمى عدسة مجمعة لماذا؟ لأنها تجمع الأشعة المتوازية العدسة التي تجمع الأشعة المتوازية تعطي أشعة متجمعة انطلاقا من أشعة متوازية أو حزم المتجمعة انطلاقا من حزم المتوازية تسمى عدسة مجمعة لأنها تجمع الأشعة عندما نقوم باستبدال هذه العدسة تسحف رقيقة ونرسل عليها أي حزمة ضوئية متوازية ماذا يخرج منها عدسة؟ يخرج منها حزمة ضوئية متفرقة هذه الأشياء تتفرق عندما تجتاز العدسة وبالتالي نسمي هذه العدسة الحافة السمكة نسميها عدسة مفرقة لأنها تفرق الأشياء الضوئية كذلك كما تتشاهدنا في هذا السترات أن هذه الحزمة الضوئية المتوازية عندما نرسلها على العدسة ذات الحفة السميكة نلاحظ بأنها تخرج على شكل حزمة ضوئية متفرقة إذن هي تفرق الأشعة وبالتالي تسمى عدسة مفرقة إذن كم الحوضة لهذه التجربة نلاحظ أن الأشعة المتوازية الواردة على العدسة ذات الحفة الرقيقة تتجمع في نقطة واحدة بينما تتفرق بالنسبة للعدسة ذات الحفة السميكة إذن كالسنتاج تصنف العدسات الفيزيائيا حسب تأثيرها على حزمة ضوئية متوازية إلى صنفين إذن صنفين من العدسات يوم عدسات مجمعة هي التي تحول الحزمة الضوئية المتوازية إلى حزمة ضوئية متجمعة ونرمز لها بالرمز بهذا الرمز إذن كندروا واحد الخط اللي هو عمودي وكندروا السهمين بهذا الشكل اللي الرأس دي لهم واحد منتجه للأسفل واحد منتجه إلى الآلة عدسات مفرقة وهي التي تحول الحزمة الضوئية المتوازية إلى حزمة ضوئية متفرقة ونرمز لها بالرمز إذن كنرمز لهذا الرمز هو واحد الخط اللي هو عمودي وهذا الشكل يعني ذي الأسهم لي معكوس عدسة مجمعة ما كننقاش نرسمه دائما ذلك الشكل اللي شفنا قبله إنما نرسمها بواسط هذا الرمز عندما نرسم هذا الرمز نعني به عدسة مجمعة كذلك عندما نرسم هذا الرمز نعبر به عن عدسة مفرقة ملحوظة تسمى الأشعة الضوئية التي تصل إلى العدسة من المنبع الضوئي الأشعة الواردة أما الأشعة التي تجتاز العدسة تسمى الأشعة المنبثقة مثلا في هذا الشكل كما قلنا عندما نرسل حزمة ضوئية متوازية للعدسة هذه الأشعة التي تذهب إلى العدسة قبل أن تدخل إلى العدسة تسمى أشعة واردة الأشعة التي تخرج من العدسة تسمى الأشعة المنبثقة إذن أشعة واردة وهذه أشعة منبثقة الآن بالنسبة للدرس سنكمل فقط مع العدسات المجمعة إذن لا نريد أن نرى العدسات المفرقة ونرى المميزات للعدسة المجمعة أول مميزتين هما المركز البصري والمحور البصري الرئيسي المركز البصري للعدسة هو مركز تماثلها نرمز له بالحرف O والمحور البصري هو المستقيم المار من مركز البصري O والعمودي على العدسة إذن عندما نريد أن نرسم عدسة مجمعة نرسمها كما لاحظنا قبل بهذا الشكل يعني خط عمودي ثم بسهمين في رأسيهما لكن لماذا نسمي مركز البصري ومحور البصري المركز البصري هو نقطة تماثل العدسة يعني هذه النقطة التي نفو وسط العدسة مثلا إذا كانت هذه العدسة طولها مثلا 4 سنتيمتر النصف ديالها هو 2 والنصف الآخر هو 2 سنتيمتر في الوسط في المنتصف ندره النقطة إذن مركز تماثل العدسة يسمى مركز بصري ثم المحور البصري الرئيسي هو المستقيم العمودي على العدسة والذي يمر من مركزها البصري إذن كان رسمه مستقيم عمودي على العدسة ويمر من النقطة ويسمى المحور البصري الرئيسي إذن المركز البصري هو منتصف العدسة أو مركز تماثلها المحور البصري الرئيسي يكون عموديا على العدسة ويمر من النقطة ثاني مميزة هي البؤرة الرئيسية الصورة والبؤرة الرئيسية الشيء إذن كيف نحصل على البؤرة الرئيسية الصورة نرسل حزمة ضوئية متوازية على عدسة المجمعة L إذن كيف ما شفنا قبل أن عندما نرسل حزمة ضوئية متوازية على العدسة تخرج من العدسة بحيث تتجمع في نقطة واحدة إذن عندما تتجمع هذه الأشياء تتجمع في نقطة تنتمي إلى المحور البصري الرئيسي تسمى البؤرة الرئيسية الصورة عندما نرسل حزمة ضوئية متوازية على عدسة مجمعة تخرج من العدسة بحيث تتجمع في نقطة واحدة هذه النقطة كنعبر عليها بف إشارة ف كبيرة طبعا الحال ماجيسكول وكندر لها إشارة وتسمى البؤرة الرئيسية الصورة البؤرة الرئيسية الشيء هي المماثلة للبؤرة الرئيسية الصورة بالنسبة لنقطة يعني مثلا إذا أعطتنا هذه الأشعة المتجمعة في واحدة النقطة تبعد عن المركز البصري أو بواحد المسافة ديها ثلاثة سنتيمتر كذلك عن طريق النقطة أو سندر ثلاثة سنتيمتر في الجهة المقابلة يعني في الملحة المعاكس وكندر F وبالتالي نحصل على البؤرة الرئيسية الشيء إذن نلاحظ أن الأشعة الضوئية تتجمع في نقطة واحدة هي F إشارة بعد مرورها من العدسة البؤرة الرئيسية الصورة هي النقطة التي تتجمع فيها الأشعة الضوئية المتوازية الواردة على العدسة وتنتمي إلى المحور البصري الرئيسي ونرمز لها بF إشارة F بخيم ذلك ندر F ما جيسكيل وكندر إشارة النقطة التي تتجمع فيها الأشعة يجب أن تنتمي إلى المحور البصري الرئيسي إذا قد تكون على هذا المحور والبؤرة الرئيسية الشيء كيفما قلنا هي نقطة تماثل البؤرة الرئيسية الصورة بالنسبة للمركز البصري O ونرمز لها بالحرف F إذن البؤرة الرئيسية الشيء هي F كيفش كنحصل عليها برسم المماثل للنقطة F إشارة بالنسبة ل-O يعني بحل هذا O هي المنتصف لل-F إشارة كذلك هناك مميزتين بالنسبة للعدسة هي المسافة البؤرية وقوة العدسة وهما يعني واحدة المفهومين لمتلازمين وعندهم واحدة العلاقة تناسبية ما هي المسافة البؤرية هي المسافة الفاصلة بين المركز البصري O والبؤرة الرئيسية الصورة F إشارة ونرمز لها بالحرف F صغيرة F مينيسكول وحدتها هي المتر ونكتب F كتسوي O F إشارة كتسوي O F إذن المسافة البؤرية هي المسافة بين النقطة O اللي هي المركز البصري والبؤرة الرئيسية الصورة اللي هي F إشارة O F إشارة هذه المسافة هذه تسمى مسافة بؤرية وكل عدسة لها مسافة بؤرية خاصة بها ونعرف العدسة عن طريق مسافتها البؤرية إذن المسافة البؤرية هي المسافة ما بالنقطة O والنقطة F إشارة ونعبر عليها بما أنها مسافة فإن وحدتها العالمية هي المتر كذلك يمكننا نلقاها السنتيمتر إذن كين المتر وكين كذلك السنتيمتر قوة العدسة كيفاش نعرف قوة العدسة نرسلها حزمة ضوئية متوازية على عدستين مجمعتين إذن العدسة الأولى L1 عندما نرسل عليها الأشعة الضوئية تتجمع في واحد نقطة F إشارة 1 وعندما نرسل الحزمة الضوئية المتوازية على عدسة مجمعة L2 تتجمع في نقطة أخرى وهي F إشارة 2 لنلاحظ أن العدسة L1 تجمع الأشعة الضوئية في نقطة أقرب من العدسة L2 نقول أن العدسة L1 أكثر قوة من العدسة L2 إذن كيفما كنلاحظ بأن هذه العدسة L2 لا تجمع الأشعة الضوئية إلى الأشعة الضوئية في نفس النقطة إذن لا تجمع هذه الأشعة الضوئية في نقطة واحدة وإنما بالنسبة للعدسة L1 كنلاحظ بأنها تجمع هذه الأشعة في نقطة أقرب إذن هذه البؤرة الرئيسية الصورة بالنسبة للعدسة L1 هي أقرب إلى المركز البصري مقارنة مع البقر الرئيسي الصورة بنسبة العدسة الثانية نقول بأن العدسة الأولى التي تجمع الأشعة في نقطة أقرب قوةها أكثر من قوة العدسة الاثنان لماذا؟ إنها تجمع الأشعة الضوئية في نقطة قريبة إليها إذن كلما كانت قوة العدسة كبيرة كلما كانت تجمع الأشعة في نقطة قريبة إليها أو كلما كانت العدسة تجمع الأشعة في نقطة قريبة إليها كلما كانت قوتها أكبر كيف نحسبها قوة العدسة؟ قوة العدسة هي مقدار فيزيائي وعبره عن قدرات العدسة على تجميع الأشياء الضوئية إذن كلما كانت العدسة تجمع الأشياء الضوئية بسرعة كلما كانت قوتها أكبر نرمز لها بالحرف الس إذن الس هي قوة العدسة وخصنا من خلطش هذا الس مع الحرف الس اللي شفناه من قبل سرعة الضوء إذن سرعة الضوء نرمز لها بالس كذلك قوة العدسة نرمز لها بالس وتساوي مقلوب المسافة البؤرية وحدتها هي الديوبتري إذا الوحدة ديالها هي هذا الرمز دلتا وكي تقرأ نعبر عنها بالعلاقة التالية إذا هذه العلاقة هي C كتساوينا واحدة على F قلنا هي مقلوب المسافة البؤرية المسافة البؤرية هي F فاش كيعطونا عدسة عندها واحدة المسافة البؤرية مثلا كتساوي واحد سنتيمتر أو لا جو سنتيمتر أو لا تمنيه سنتيمتر كنديرو المقلوب ديال ذاك العدد 1 على ذلك المسافة البؤرية غير هو هذا المسافة البؤرية خصى دائما تكون بالمتر وليس بالسنتيمتر إذا خصنا نحولها المتر عد كن نحسبه قوة العدسة إذن F هي المسافة البؤرية وحدتها هي المتر والس هي قوة العدسة وحدتها هي دروب تري إذن تبريد استباقي بنسبة لهذا الجزء الأول من الدرس نعتبر عدستين مجمعتين L1 مسافة البؤرية F1 كتسوي جز سنتيمتر وL2 مسافة البؤرية F2 كتسوي خمسة سنتيمتر أولا احسب C1 والC2 قوتي العدسة سين L1 وL2 إذن بسبب العدسة L1 أعطونا المسافة البؤرية دي لها هي F1 كتسوي جز سنتيمتر قلنا أن C يعني قوة العدسة C1 كتسوي لنا 1 على F1 هي المقلوب إذن نطبق العلاقة مباشرة 1 على F1 لكن كيف ما قلنا أن هاد المسافة البؤرية ستكون بمتر نقصنا حولها للمتر باش كنحوله السنتيمتر إلى المتر نقسمه على 100 لأنه 1 متر هي فيها 100 سنتيمتر إذن باش نحوله الوحدة صغيرة الوحدة كبيرة كنقسمه إذن 2 مقصومة على 100 لتعطيناها 0.02 متر إذن 0.02 إذن ندره 1 مقصومة على 0.02 فاش كنحسبوها هذا العدد كنلقاها تسوي خمسون إذن خمسون والوحدة دي القوة لعدسة كيف ما قلنا هي الديوبترية ونعبرها لها بدلتا بالنسبة لعدسة الثانية أعطينا مسافة البؤرية لها F2 هي خمسة سنتيمتر إذن بالنسبة لL2 F2 هي خمسة سنتيمتر كذلك نحولها إلى المتر نقسمها على 100 إذن نقسمها إلى خمسة على مئة نلقام 0.05 متر إذن كذلك نحسب قوة هذه العدسة C2 هي واحد على F2 تساوي واحد على 0.05 عندما نقوم بالحساب هذه القوة 20 إذن 20 ديوبتر إذن العدسة الأولى قوتها هي خمسون ديوبتري والعدسة الثانية قوتها هي عشرون ديوبتري ثانيا أي العدسة أكثر قوة إذن أي العدسة أكثر قوة إذن أي العدسة أكثر قوة اللي يكون عندها قوة أكبر إذن C1 كيف ما حسبنا قوة العدسة الأولى هي خمسين ديوبتري قوة العدسة الثانية هي عشرين ديوبتري وبالتالي قوة العدسة الأولى أكبر من قوة العدسة الثانية كذلك يمكن لنا اللحظة هذا الشيء فقط من المسافة البؤرية كلما كانت المسافة البؤرية ديال واحدة العدسة أقل كلما كانت قوتها أكبر لأن قلنا قوة العدسة هي قدرتها لتجميع الأشعة الضوئية إذن هذه اللي عندها مسافة بؤرية أقل هي اللي تكون أكثر قوة إذن هذا الجواب كما شناء أن السي هي واحدة على F بالنسبة للعدسة الأولى نحولها إلى المتر كما قسمها المياق وكذلك نحسبه السي عن طريق قسمة يعني مقلوب ولا حساب مقلوب ديال المسافة البؤرية يعطينا 50 ديوبتان بالنسبة للعدسة الثانية كيف مما حسبناها 25 ديوبتان إذن بما أن قوة العدسة يعني بما أن السي واحد كبر من السي اثنان إذن قوة العدسة الأولى أكبر من قوة العدسة الثانية إذن قد هذا الجزء الأول من درس العدسة من بعد إن شاء الله هادي نشوفه من درس الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر